بسم الله الرحمن الرحيم طلبت وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا مع حل كتعة جديدة من كتعة الثانوية العامة فلنبدأ كم عدد الملفات الشخصية التي تراها على وسائل التواصل الاجتماعي حقيقي وكما عدد التي منها يكون مظورا ربما قد يكون أكثر من ما تعتقد فعدد الحسابات المظورة تقدر بأنها من خمسة إلى عشرة في المية من كل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي افيك سوشان ميديا بروفايل يبقى ملف شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي مظور is defined as يعرف بأنه an account بحساب which contains the details والذي يحتوي على تفاصيل أو بيانات which have been invented by the user والتي تم اختراعها أو تلفيقها بواسطة المستخدم or which appear to have been created by one particular user والتي تبدو بأنها قد انشئت بواسطة مستخدم معين واحد مخصص but have actually been created by someone else ولكن حقا أو في الحقيقة قد تم إنشائها بواسطة شخص آخر in some cases في بعض الحالات the boxes have been put together by a bot إبقى اللي هذه البصات أو المنشورات قد تم وضعها معا بواسطة جهال أو طعم برنامج بيسمى a bot وأن شفت تعريفه الآن rather a human being نعفوذ rather than بدلا من إبقى rather than a human being إبقى بدلا من إنسان أو شخص بشري a bot بتعريف البطاني is a computer program the birnamic computer which complete the basic tasks والذي يكمل مهام أساسية for the human being للإنسان which has programmed it والذي برمغه in this case في هذه الحالة the bots have been programmed to both things in social media إبا هذه البرامج للبط تبرمغت بنية تنشر أشياء على وسائل التواصل الاجتماعي identifying fake social media تعريف طبعا وسائل التواصل الاجتماعي المدورة أو منشورات التواصل الاجتماعي المدورة isn't as easy as you might think إبا ليست سهلة كما قد تعتقد because many of them لأن العديد منهم are very convincing بيكون مقنع جدا however على الرغم من ذلك you can start by searching for the name of the person يمكنك أن تبدأ بالبحث عن اسم الشخص from the profile من الملف الشخصي online عبر الإنترنت to see if you can find the same name with the same photos on other social media sites لكي ترى أم أو تعصر عما إذا كنت تستطيع بل ترى عما إذا كنت تستطيع العثور على نفس الاسم من نفس الصور على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى or other websites أو مواقع عبر الإنترنت أخرى then you can look more closely at the detailed information بعد ذلك تبدأ أو تستطيع أن تنظر بدقة وعن قرب أكثر في المعلومات المتفصيلية about the person in these other places عن الشخص في هذه الأماكن الأخرى online عبر الإنترنت and check this for similarities with the account that you think might be fake بعد ذلك بتفحص هذه التشابهات مع الحساب الذي تعتقد بأنه مظورا you can also look at which other people and how many other people follow an account يمكنك أيضا أن تنظر على الناس الآخرين وكم عدد الناس الآخرين الذين يتابعون هذا الحساب this is particularly relevant in the case of profiles of famous people إذا هذا خصوصا بيكون مناسب في حالة الحسابات الشخصية للناس المشهورة or people in the public eye أو الناس التي تكون في مرمى البصر زي الناس اللي يكون مشهورة أيضا because you would expect the real account of this type of person to have thousands لا تعني لأنك تتوقع بأن الحساب الحقيقي من هذا النوع من الشخص ليكون لديه آلاف or even millions أو حتى ملايين of followers للمتابعين and for some of these followers to be people who are active in the same area وبعض هؤلاء المتابعين بيكونوا ناشطين في هذا الجزء أو في نفس المجال such as politics or rock music يبقى مثل السياسة أو موسيقى الروك نشوف الأسئلة ويجابيتها مع بعض عندي أول سؤال according to the passage تبقى للكطعة true accounts اللي تعني لي الحسابات الحقيقية المزورة من خمسة لعشرة يبقى الحقيقة هاتي بقى con institute 92-95% of all social media accounts يبقى بتشكل من 90% 95% من طبعا حسابات التواصل الاجتماعي أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي 24- identifying fake social media process is اللي التعرف على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المزورة تنتيب لترضي more difficult than you might think بأكثر صعوبة من ما قد تتوقع أو تتخيل عند رقم 25 many of the bosses are very convincing العديد من المنشورات بيكون مقنع جدا convincing thing is something you هل الشيء المقنع يبهو الشيء اللي انت طبعا believe تعتقده أو تصدقه رقم 26 You can start by searching for the name of the person from the profile online الممكنك تبدأ بالبحث عن اسم الشخص من ملف الشخص بتاعه عبر الانترنت who is the person referred to here من هو الشخص المشار إليه هنا تعني تيب الإجابة لترسي the person who you are suspicious of his or her account يبهو الشخص اللي انت شاك فيه الحساب بتاعه أو الحساب بتاعها رقم 27 This is particularly relevant in the case of profiles of famous people or people in the public eye يبهو هذا خصيصا مناسب لفي حالة ملفات الشخصية للناس المشهورة أو الناس اللي هي طبعا زي ما قلنا في الواقهة بل هي the public eye people in the public eye means people يبهو الناس اللي هي في عين العوام أو طان هنا في الواقهة تبع معنائي طان هنا تبع الإجابة لترسي the people we know ناس اللي احنا نعرف who they are because they are famous like movie stars and famous athletes يبهو الناس اللي احنا نعرف من يقنونهم لأنهم مشاهير مثل النجوم السينما والرياضيين المشاهير رقم 28 النقط is an antinome of the underlying the world relevant يبهو عكس الكلمة اللي تحتها خط ليه relevant relevant مناسب أو وثيق الصلاة بالموضوع هتيبه عكسها انستابل غير مناسب 29 what's the main idea of the passage ما هي الفكرة الرئيسية للكطعة طان تبع الإجابة لطربيه how to deal with fake social media accounts إبه كيف تتعامل مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المظورة أو المزيفة 30 the acronym of the world fake is العكس كلمة fake اللي هي مظور طان تبع هنا original اللي هي أصلي شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته